رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من هذه الحلقة اللي هنتكلم فيها عن التعديات على الأراضي الزراعية بعد قانون التصالح هل قانون التصالح يقضي على التعديات على الأراضي الزراعية؟ لأننا للأسف الشديد فقدنا حوالي 900 ألف فدان بسبب التعدي على الأراضي الزراعية من أجود الأراضي الزراعية الموجودة في مصر ونحن في نفس الوقت مستمرين في استصلاح أراضي جديدة حتى نواكب الزيادة السكانية المضطردة الموجودة كل عام اللي هي بتقترب من 2.5 مليون نسمة كل عام هنشوف كيفية القضاء على هذه الظاهرة وهل فعلا قانون التصالح هيكون يدور في القضاء على ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية ولا لا مع ضيفي اللي بيشرفني على أستاذ وائل أحمد مدير نقابة الفلاحين برحب بحضرت أستاذ وائل بالنسبة لقانون التصالح وطبعا احنا شايفين الحياة اقبال من جميع المواطنين سواء كان في القرى في المدن في جميع المحافظات لإتمام قانون التصالح أو للتصالح على المخالفات التي تمت للأسف الشديد لكن كان من أخطر التعديات يعني في أنواع كثيرة جدا من التعديات كان من أخطرها تعدي على الأراضي الزراعية لأن احنا ما بنتكلم على تعدي على الأراضي الزراعية بمعناها أننا بتعدى على الأمن الغذاء المصري صح ولا لا؟ مزبوط ده مهم اللي احنا كلنا من ألاف السنين من قام سيدنا يوسف وده ورد في القرى الكريم اللي احنا كلنا منورد لكل الدول بالضبط دلوقتي بقينا نستورد بالعملة الصعبة فده كله نتيجة إن فيه إهضار كبير إن الفلاح بقي يستهتر بموضوع البناء على الأراضي الزراعية إن هو يقول لك أنا عندي أولاد سيادة الرئيس وفر لك وقتح لك الفرصة قال لك اللي عايز يقدم وقتح لك الفرصة دي إن كل واحد محتاج أرض يقدمه لكن من الجيش تموته الأرض اللي احنا قعدنا ألاف السنين نكون في المتر بتاع الأرض الزراعية دي وطبعاً بنى عليها بدون التصريح محدش مع التصريح وبنى غلط وبنى غلط وعشوائيات الترق كلها مخالفة في البناء مفيش عندك شوائرة واسعة بالخطة التنظيمية من المحافظة أو من الجهة اللي هي انت بتخلق مجتمعات عشوائية انت عملت بقرة موقوطة انت كده عملت بقرة يعني في عندك دلوقتي ولا فيه إسعاف بتعرف تخشي لك مفيش مطافي مفيش أي كميليات حتى قدر تخشي لك إزاي المكان لا يصلح أصلا فأنت قدرت عليها يعني بهدلت الأرض بهدلت أهدرت في حقك كمواطن إحنا بنحارب البلد إحنا بنقف ضد مصلحة الولد إحنا كده ما بنحملش حاجة أصلاً اللي إحنا نسيب بها البلد طبعاً مما زالت برضو ده كل قد اللي إحنا ما عادش عنده الإنتاج زي الأول إنتاجنا قل مفيش الإنتاج بتاع الأول لا إحنا إنتاجنا الحمد لله في زيادة مستمرة يعني من وحدة الفدان لكن إحنا المشكلة في أنه الأرض الزراعية بيتم التعدي عليها لأنه إنت علشان بتعمل زيادة في الإنتاج الزراعي عندك محورين إما أنه بتستصلح أراضي جديدة أو بتزود الإنتاجية من وحدة الفدان عن طريق استصناف أصناف جديدة لكن لما أعمل تعدي كمان على الأراضي الزراعية اللي هي بتعتبر أجود الأراضي الزراعية الموجودة في مصر دي مشكلة كبيرة جداً يعني يبقى أنا فعلاً بأقلس من الإنتاج الزراعي وبقلل من الإنتاج الزراعي وفي نفس الوقت إحنا عاوزين نزود يعني هي معاملة معادلة صعبة معادلة صعبة في الحقيقة طيب قانون التصالح فعلاً يستطيع أنه يوقف التعدي على الأراضي الزراعية إن شاء الله أكيد طبعاً كانوا التصالح فيه ناس كتير موقفة بيه ومرحبة بيه كفاللحين كصعيدة جميع الجهات عجبها الموضوع ما هي عازت عازت تصالح عازت تخطي خطوة صحة لأنه عمل خطوة غلط من أول فبيحاول يعالج الصحة يعني هو عايز يعالج الموقف ذوت وبيحاول إن شاء الله اللي هو يعالج الموقف والحمد لله بالتالي فعلاً فيه ناس كتير قوي قدمت ورق للتصالح فيه ناس كتير آآ بيتحاول تصالح وتقدم بشكل أكس أحسن من أول بكتير يعني بدل الشكل العشواء اللي حيما كان عايشينه طب إحنا محتاجين قانون تاني علشان يحازم وقاطع بالنسبة للتعدي على الأراضي الزراعية أكيد طبعاً لأنه إحنا برضو ده ولو بده جاي أكيد طبعاً لأنه بالرغم من العقوبات اللي تم تغلزها على آآ المتعدي على الأراضي الزراعية لكن للأسف الشديد كان مستمر التعدي على الأراضي الزراعية أكيد طبعاً يعني حالات التعدي لم تنتهي يعني ما وصلتش الزيرو في أي محافظة من المحافظات أعتقد ذلك يعني لكن كانت مستمرة بالرغم إن كان فيه عقوبات راضعة بالنسبة للتعدي على الأراضي الزراعية هل هيستمر التعدي ولا إحنا محتاجين قانون آخر احنا عايزين القانون رادع عن كده عقوبة صارمة يعني للمتعدي على الأراضي الزراعية اكيد طبعا اكيد احنا عايزين مادة من القانون تبقى شديدة شوي يعني بحيث ان يتعدى على الأرض دي يكون عقوباتها مثلا سجن غرامة مالية لا غرامة مالية لا تجد يعني لازم يكون في عقوبة شديدة حاجة حازمة وشديدة ان شاء الله لانك انت بتتعدى على قوة الأجيال القادمة اكيد طبعا الجيل اللي طالع بالحروم الحاجات كتير طب احنا بصرف النظر يا سيد واقل عن موضوع العقوبات هل احنا محتاجين ان نمي الوعي عند المزارع بأهمية الأرض الزراعية وانك انت ما تتعداش عليها علشان يبقى عارف أهمية الأرض لان احنا برضو في النهاية مش عاوزين نعاقب بالفلاح يعني احنا مش هنكون مبسوطين كوزارة زراعة ان انا اوقع عقوبة على الفلاح لأي سبب من الأزواج لكن احنا عاوزين ويمشي صح هل فيه وسيلة أخرى ان انا اعمل له توعية اعمل له وعية احتاج توعية أكتر طبعا الناس تبدأ تخاطب بطريقة مباشرة وغير مباشرة توصلوا المعلومة ان الحاجة اللي احنا بدينا عملها دي اهدار وحق كبلد او كمواطن اللي انت بتحارب منظومة كاملة البناء ده بيهدد جيل بأكمله طالع انت بتحرمه من كل حاجة يعني ما بيخدش حقه كبلد كشعب كفرد كأسرة انت بتهدر حقه فالناس دي محتاجة توعية أكتر ان حد يطلع بشكلهم باشر يقول لهم يا جماعة الطريق ده غلط احنا عندنا طريق تاني صح وواضح سيطة الرئيس تكلم فيه قالك اللي عايز أرض ده انا هديله أرض قالك يقدم الموضوع مش مقفول طب ليه احنا بنخالف وبنعاكس وكل الصدمات دي ليه بدل فيه طريق تاني وسهل واحسن من كده معلوش عقوبة وهيكون مباح ليه طب انتو كان قابل فلاحين وليكوا دور في الموضوع ده أكيد طبعا بفضل مربنا ان شاء الله يعني احنا بنوعي الناس يعني انتو عملتو دورات عملتو ندوات بنبدأ نعمل لأن نقابات والمفروض ده دورها يعني احنا خطنا خطوة إجابية وبنبدأ نقسل نفسنا كفريق عمل على مراحل طبعا الحج حسين لبا صدام اللي هو نقيب عامي الفلاحين بيبدأ يوجهنا كفريق عمل انت هتنزل هنا وانت هتروح هنا بنبدأ ننم كفريق إعداد كبير زي التلفزيون كده او زي كعلام بس بطريقة مباشرة شوية اللي احنا بنقعد في وسط الناس هنبدأ نقعد ونعمل اجتماعات كده صح وكده غلط لا هنا ما تحميش هنا تاني انت عايز يقولك انا عندي اربع عيال انا عايز ابنلهم انا عايز هشوف مكرر السكني نقوله في سكن وفي واحدات سكنية وفي اراضي حيمكن نفصلحها وتبقى احسن من كده وفي تأسيته يعني ان شاء الله الموضوع بإذنك انت يا رب سهل بس الناس مصعبين على نفسه يعني الناس مصعبين على نفسه كل اللي في دماغه كله كل اللي في حياته ابنه انا ابني طواله عايز يتجوز عايز ابنينه مستقبله طبعا انت هتبدينه مستقبله من الارض دي الارض دي اللي ربنا وهبنا بيها عن باقية الناس وعن باقية الخل واحنا عادنا الافي السنين عشان نكون المتر دوت في التربة الطينية مش مسهل عن طريق طبعا قبل السد العالي وقبل الفيضان اللي هو طرح النيل عادنا الافي السنين لما ربنا منع علينا بحاجة زي كده كصروة فمش عايزين نخسرها بكل سهولة مش عايزين نقدع الصروة دي مش عايزين نموتها مش عايزين الجيل اللي طالع الجيل يطلع جيل محروم وحق ضايع هل بدأتوا فعلا ووضعتوا خطة خطة عمل للتحرك بفضل من ربنا فيه توجهات ان شاء الله ولا لسه هتتحركوا ان شاء الله فيه توجهات جات لنا من نقب عام الفلاحين ان شاء الله اللي احنا هنبدأ نتحرك في خلال فترة قريبة جدا وقت قريب باللي احنا هنبدأ على كل المحافظات وكل القرى ان شاء الله ونوصل لكل البيوت هنوصل الصوت من كل الناس بحس ان محدش ازاي ازاي هتتحركوا يعني مثلا لو خدنا اي مثال محافظة من المحافظات تتحركوا فيها ازاي يعني بتعملوا الندوات ازاي هنقسم هنقسم بعضنا وهننزل نتكلم الناس بترقم بشر هنجيب الناس وهنخاطب الناس بقدروا عكلهم وانا هنزل كمستوى تفكري دي المستوى اللي انا اقدر اختيار الاماكن في المحافظة بيتم على اساس ايه يعني مثلا محافظة زي المنوفية الشرقية الغربية انا انا هنزل مركز معين انا هختار المركز دي على اساس ايه بناءا عن اللي احنا هنفيها ان شاء الله بازنك هنقش الموضوع وهننتكلم فيه بشكل اصل يعني انا اتمنى بعد ازنا حقيقي يكون عندكم احصائية للتعديات اه على اراضي الزراعية المختلفة في جميع المحافظات وفي المراكز ودي سهلة وبعدين تركزوا على الاماكن او المراكز في المحافظات اللي فيها نسبة تعديات عالية اكيد اللي اكتر خطورة جديدة انا نركز عليها اكيد طبعا في بعض محافظات فيها نسبة تعديات عالية اكيد وفي محافظات تعديات فيها بتكون محدودة جدا ودي اقول ايه لا قوي فدي مش محتاجة لكن نركز مجهودنا دايما في الاماكن اللي فيها المشكلة عشان المجهود يجيب نتيجة ان شاء الله قرار واجيز وحازم ان شاء الله يعني هل انه قبعا بيكو بتفكر في قانون معين يعني تطالبوا مجلس النواب القادم بيه انه علشان يبقى فيه عقوبات راضعة المتعدى على الزراعية ده مهم يعني الحج حسين فيه فكرة في دماغ الموضوع ان هو العقوبة اللي هي الزيد ازاي ان الراجل ده ما وصلش الموضوع ده تاني احنا عايزين حل اكيد وجديد ان غيره ما يبنيش تاني ما يفكرش اللي يعمل نفس الجريمة انت عملت الجريمة هنا الجريمة ده مش عايزينها توقع تاني ما هو فيه الازالة ما هو فيه ما هو فيه ما هو فيه الازالة الازالة في المهد بس برضو انا لما بيتم اقامة مبنى وبيعمل له ازالة الارض ما بترجعش الزراعية مرة تانية خلاص الارض اللي بتبنى عليها ما تنفعش للزراعة مرة اخر ما تنفعش للزراعة تانية خلاص انت موت تربط الارض لان الدق فيها عمدان وخارسانة وحديد هتصلح للزراعة ازاي تاني خلاص الموضوع انت موت الارض دي فاحنا نشو الله مش هنستنى ان الفلاح دوت او المواطن اللي هو البسيط ان هو يغلط نفس الغلطة تاني واتيجي الارض وتتهد ويتعاقب مش عايزين نوصل لمرحلة دي احنا عايزين نلحق الموضوع قبل ما يكبر تاني والشكل التعدي اللي هو زاد ده عايزين ننمى على شوية عايزين نقفل الدائرة دي شوية الدائرة دواتي مفتوحة وكله بيبني فاحنا عايزين ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله ازدق انت يا رب التوفقات ان شاء الله يعني بصفت الجهة الامنية وجهات المختصة ان شاء الله هنوصل لحل بإذنك التلقى جزري بيحس ان احنا منعيدش المشكلة دي تانية انين هي خلص من جزرها منوصلش للمشكلة دي تانية هل فكرتوا في المحافظة في محافظة معينة تبدأوا بيها ولا لسه انتم موضعتوش الخطة ان شاء الله نازلين بمحافظة الغربية ان شاء الله الغربية اه غربية وان شاء الله يعني هنخلص الغربية هنخش على بقية الدهلية وان شاء الله يعني واحدة واحدة بإذنك كانت يا رب ان شاء الله دينا هتزدبط يعني ان شاء الله في بشرة امل احنا بيقول يا رب اللي احنا ان شاء الله عايزين بلدنا طيب بلد جميلة قدام العالم كله عايزين الناس شف الارض بتاعتنا زي الاول والزراعة يعني انا بقوللي الناس يعني احنا في البلوكونات بنحب نعمل كنزاية البلوكونة بتاعتنا نحط لها الورد بتاعنا المسك الليل كبلوكونة انا الشخصية بتاعتي فما بلاك بقى أرض اللي ربنا وهن بيها والرزق اللي جايلي إزاي أهديره كده طبعا أنت حاجة تقنع الفلاحي إزاي زي ما حاجة بتقول والفلاح بيقول لك من عندي ابني وعاوز أجوزه وعاوزه يبقى معي هتقنعه إزاي إحنا إن شاء الله إنك إنت تقوله ما تبنيش على الأرض الزراعي إحنا إن شاء الله اللي هنتكلم فيه إن هو النقيب عام الفلاحيين الحاجة عسينة مصدام فيه خطة واضحة إن هو هينقش إن شاء الله في البرلمان الجاي بإذنك أنت يا رب إحنا نوصل في حل إن إن أنت بتبنيش تاني وفيه فرص فيه أراضي عايز ابنك يقعد في معيشة سهلة وكويسة فيه أراضي فيه وحدات سكنية فيه وحدات سكنية كتير سيادة الرئيس يعني فتح وحدات سكنية في مناطق كتير وفي فقورة كتير في البلاد كتير الكاهرة في الإسماعات مساكن النهضة المحروصة حي سيدة زينب في السعيد في الأقصر في جميع المحافظات فتح مساكن جديدة بتقديم برضو مش غالي قوي وكمساعدة للشباب اللي استطالعة جديدة يعني نتمنى الحياة لأنه دي قضية خطيرة جدا نتمنى كل أهلين المزارعين يمتنعوا نهائيا من التعدي عن أراضي الزراعية لأنك أنت لما بتتعدى على الأراضي الزراعية بتتعدى على قوة الأجيال القادمة وبتأثر على الأمن الغذائي المصري في نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين اللي يسعنا لتقدم بجزيل الشكر لأستاذ وائل أحمد مدير النقابة الفلاحين بشكرا لك ربنا خلاحاتك فانت ربنا خلاحاتك فانت شكر أيضا لكم عزيزي المشاهدين على كرم المتابعة والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم أحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم أمين إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بمشاية الله لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم